اشتركوا في القناة لا وجودها في المغرب كان امن بوجود تحكم في السياسة في المغرب لماذا؟ لان هناك واحد الخريطة مرسومة دولة كتكون عندها الخريطة السياسية وكخصها تبقى في هذا النطق دياله مهومة حقيقة باش غنقولوا رحنا دولة ديمقراطية احنا باقي نبادين على الديمقراطية لانا لماذا؟ كما كان قولوا ما خاش الأمور تخرج بيني ما تنقامنش بيه ما نظنش بأنه وكين احنا بلد ديمقراطية اللي بغي يقولش حاجات يقولها وتات صريحات الاخرى اللي تقالت ما نظنش لا أساس من الصحة كين بلوكاج في العمال الحكومي وهذا هو اللي يجعل الناس كلهم باش كي كي هربوا من السياسة وتي هربوا من الأعزاب وتي هربوا من النقابات وتي هربوا الرأي دي المواطن ما كينش كيت بلوكاج حكومة ما نقوله ما نقدروش نقوله نحن متافقين معه 100% في اتخاذ القرارات اللي تتاخذ ولكن كين تحكم وكين تشويش على السياسة دي الحكومة الحالية كين تحكم في هذه البلاد هذه الحزب اللي اللي عنده تقريب 6 سنين هو اللي كيتصدر لمشهد مثلا دبا إعلاميا نره يعني كين تحكم كيش تحكم في السياسة في البلاد في المغرب لأن اللي بغا يخدم عادي يخدم واللي ما بغا شي يخدم بفرس ودغول غادي فرس ودغول كين في بعض المسائل وهو كين بالمعنى دياله الإيجابي وكين بالمعنى دياله السلبي لا كين تحكم نهارلو قولي يا را كين تحكم وما تدخلش للمعركة السياسية يا قاع ما تبدأش وبالتالي ما يبقاش المواطن طامع فيك قولوا را كين تحكم ما هندخلش أنا مشين أعطيك الصوت ديالي وغضت نادي تقولي يا را كين تحكم ورا كين كده ورا كين عفاريت وكين تماسيح وكين شي حاجة جاية من المريخ ما تنعرفاش أنا ترجمة نانسي قنقر